اكدت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زينة لرئيسة مجلس النواب عمق العلاقات التاريخية الوطيدة والأخوية المتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة منوهة لما تمثله تلك العلاقات بين البلدين الشقيقين من حالة خاصة تعبر عن خصوصية التقارب المتنامي ويأتي هذا التنسيق المتكامل في ظل حرص واهتمام القيادة في البلدين الشقيقين جلالة الملك المفدى وأخيه ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وأشارت معالي رئيسة مجلس النواب إلى أن متانة العلاقات البحرينية الأردنية وما تشهده من تقدم وانفتاح على آفاق رحبة من العمل الثنائي يجب أن يتواءم معه العمل على تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين والأخذ بمستوى العمل المشترك في المجالات التشريعية لآفاق أرحب جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مشتركة عقدت بمقر مجلس النواب بين معالي رئيسة مجلس النواب ومعالي السيد عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب الأردني الشقيق والوفد النيابي رفيع المستوى المرافق حيث تم بحث تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل توطيدها في المرحلة المقبلة ومناقشة تطوير آليات العمل المشترك وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين المجلسين التشريعيين في البلدين الشقيقين من جنبه أكد رئيس مجلس النواب الأردني عمق علاقات الأخوة بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية معربا عن اعتزازه بالتنسيق الدائم وتطابق الرؤى حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية بين البلدين الشقيقين منوها بالموقف الأردني الثابت في دعم أمن واستقرار البحرين وما تتخذه من قرارات للتصدي لكل ما يمس وحدتها الوطنية وسيادتها كما أشاد معاليه بالنهضة التنموية الشاملة في مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفداء يده الله ورعاه مؤكدا معاليه أن ما تعيشه مملكة البحرين من تقدم يعبر عن حكمة قيادته الرشيدة ومساهمة أبناء البحرين بكفاءاتهم العلمية والفكرية وعطاءاتهم النوعية ترجمة نانسي قنقر